ازايكم عاملين يا رب تكونوا بخير في فيديو النهاردة ان شاء الله هنشوف اغرب خدعة تيك توك اللي فرو بلوكس وهنعرف مع بعض هل هي فعلا نجحة ولا مجرد بس خدعة عشان يجبوا مشاهدات بس قبل ما نبدأ الفيديو اريد ما تنساش لايك لو عقبك واشترك في القناة لو انت اول مرة تشوفني ويلا نبدأ الفيديو طبعا زي ما انتو شايفين كده انا موجود في لعبة بروك هيفن لان اول خدعة موجودة في الماب ده وبسرعة يلا نشوف الخدعة وبعد كده نشوف هل فعلا هنقدر نعملها ولا لا فيلا زي ما انتو شفتوا كده في الخدعة الاولى هنحتاج ان احنا نروح للمكان البيوت عشان هنجيب البيت الاصفر ده وهنشوف هل الخدعة فعلا هتنجح ولا لا زي ما شفتوا في الفيديو تحول للزومبي فبجد لو نفعة الخدعة هتكون رهيبة يعني تخيل تتحول للزومبي كده قدام صحابك انا متحمسة صراحة تمام وصلنا للمكان هنروح هنا ونشتري البيت دلوقتي اللي هو اللون اصفر اللي هو ده تمام نعمل الريس بون ونستنى بعد ما حمل البيت كده هندخل فيه وبعد ما ندخل هنروح للجهاز ده عشان الخدعة هتكون فيه زي ما انتو شايفين كده من فوق الجهاز ظهر لي زرار مكتوب علي بلاي فهندوس حرف الاي من الكيبورد او هندوس على الزرار ده بالشكل ده بعد ما هندوس على الزرار او هندوس على اي جنب الجهاز هنلاقي ان الشخصية اخدت الوضعية دي وبقيت تلعب على الجهاز تمام حلو قوي اعرف كده ان انت ماشي صح بعد كده هندوس على البيوت او علامة البيوت اللي من تحت دي وهنحزف البيت تمام بعد ما هنحزفه المفروض ان الشخصية هتكون مستمرة بالوضعية دي وفعلا ده اللي حصل بعد كده كل اللي هنحتاج نعمله ان احنا نفتح قائمة تعديل الشخصية اللي هي دي وبعد كده هنغير لون الشخصية للون الاخضر وانا بالنسبة لي ده مناسب قوي وبعد كده عشان الشخصية تقدر تتحرك لازم تغير في الحجم شوية يعني مثلا خليه 0.9 وبوم الشخصية بقت تتحرك زي الزومبي بالظبط الصراحة دي احلى خدعة عملتها وزي ما قلت هتكون حلوة لو انت مثلا بتصور فيلم فرو بلوكس بروك هيفن مثلا فدي هتكون حركة حلوة مثلا لو فيلم عن الزومبي حتى حركة دراس يعني كأنه زومبي بجد كل اللي نقص بس ان انت تعدل في الفيس شوية يعني مثلا ده فيس زومبي بالظبط زي الزومبي بجد كمية رعب يعني تخيل تلاقي الشخص ده قدامك كده فاجأة ظهر لك طبعا لما تنقط كده الانيميشن هينتهي وهترجع الشخصية تمشي طبيعي فبصراحة قيم الخدعة دي 8 من 10 لانها عقبتني اوي كمان حركتها حلوة عارف ان ده خضأ من اللعبة والمفروض ان احنا ما نقيمهوش مثلا ولكنها خدعة حلوة كخدعة يعني وطبعا انصحكم ان انتو تبربوها مع صاحبكم وتبهروهم بيها ولما يسألكم مين العرف هالكم قولولهم هينتوكس وطبعا قولولهم يشتركوا في القناة ها ويلا نروح للخدعة اشتركوا في الفيديو هنحتاج ان احنا نرسب المستكل من اي نوع سواء المجاني او الموجود في البريميوم اللي هو ده فين راح يا عام اللي هو ده فاي نوع مش هتفرق يعني بعد كده هنركب المستكل وبعدها هنروح للصالون الحلقة اللي هو ده هير اند نيلز حاجة زي كده بعد ما ندخل صالون الحلقة هنروح للمكان الموجود هناك ده عند حض المية وبعد كده هنوقف قدامه بالظبط زي كده وهتلاقوا انه ظهر زرار او تقريبا غسل شعرة فده مش مهم المهم ان انت هتدوس على الزرار اللي هيظهر ده وبعد ما تدوس هتلاقي الشخصية خدت الوضعية دي ووضعية غريبة صح ولكن الاغرب اللي انتوا هتشوفو دلوقتي بعد ما عملنا كده هنروح للقائمة السيارات او العربيات وهنحزف السيارة اللي معانا او المتكل وهتلاقوا ان الشخصية خدت الوضعية دي واستمرت بيها يعني وتقدر تتحرك بيها بالشكل الغريب ده كأني ماشي وحضط ايدي في جيبه والله ها الجو حلو النهاردة اح اعرفش هو في حد طبيعة يتمشي زي كده ولا لا مش مهم خلونا استمتع بالجو بتاعي ده بصراحة يا جدعان الخدعة دي حلوة قوي وطبعا تقدر تجربها قدام صحابك وتخيل كده ردت فعلهم لما يلقوك ماشي زي كده انا كان نفس اجربها في سيرفر في ناس الصراحة واشوف ردت فعلهم ولكن سيرفرات الناس دي بتكون عشوائية كده ومليانة تخريب وحاجات وانا مش عايزة بوز الفيديو اكيد او كالعادة لو نقطت طبعا هترجع للوضعيات طبيعية ب وانا استقيم الخدعة دي سبعة من عشرة هي عجبتني ولكنها الصراحة يعني حركة غبية منها يعملها يعني انت هتستفاد منها بايه غير انك هتمشي بالوضعية الغريبة دي لبعنا انصحكم تجربوها زي الخدعة اللي فاتت لان الخدعتين دول حلوين قوي وهنتوكسو هو عمل نفسه مش واخد بالو انه يساحب لي ثلاثة ايام لو تعرفوا كم فيديو صورتوا في القطعة دي وطلع فيه مشكلة ولكن الكويس ان انا بحب اللي انا بعمله فده حافظ لي الصراحة ويلا اظن ان احنا ضولنا وخلي وانا نروح للخدعة اللي بعديها في الخدعة دي هنحتاج ان احنا نجيب عربية او سيارة وبعد كده نرسبنها عشان احنا دلوقتي رايحين المطار وبالتحديد الطيارة لان الخدعة هناك بعد كده هندخل من هناك وهنيجي عند الطيارة وفي الفيديو الشخص ده رح عند المطار وخد الوظيفة بتاعت الطيار اللي هي دي وبعد كده ضغط على زرار الطوارئ ومفروض كده ان الطيارة خدت وضع الطوارئ وبعد كده خرج من الطيارة واللي حصل انه راح مكان غريب كده فانا هجرب ان انا اعملها اول بس خلينا اخد براشوت انا حاسس ان انا غبي اوي غبي اوي الا خلينا اخد براشوت هي مش دي الخدعة اصلا طب يلا عادي مرة تاني هندخل المطار وبعد كده الطيارة وناخد الوظيفة وندغط على زرار الطوارئ وبعد كده هنخرج والمفروض ان الخدعة تنجح بسم الله زي ما شفتوا الخدعة فشلت تماما وانا اتوقعت ده الصراحة حسيت انها منتاج كده او انه راح ماب تاني مثلا التقييم بقدارة 0 من 10 لانها فشلت طبعا انتو برضو تقدروا تقييم الخدعة دي من خلال الكومنتاج اكتبوا التقييم بتاعكم للخدعة اللي عقبتكم وانا هشوف التعليقات بتاعتكم بس دلوقات خلينا نسيب الفشل ده ونروح للخدعة اللي بعديها الله يسطروا ما تكونش فشلة زي دي في الخدعة دي هنحتاج الموتسكل وهيكون احسن لو تنازل الموتسكل اللونه احمر المجاني ده وبعدها هتصغر شخصيتك بالشكل ده وبعد ما صغرناها نروح نركب الموتسكل والمفروض زي ما شوفنا في الفيديو هنختفي انا مش بيزد استراحة وهروح اقربها دلوقتي يلا بسم الله بس اه ما تنساش برضو تعمل الانيميشن ده لاني هو ده اللي هيخلينا نختفي وبعد كده هنركب الموتسكل بالانيميشن ده والمفروض ان احنا اختفينا ولكن بعيدا عن الدراع اللي باين ده بسبب ان انا شخصيتي كبيرة ولكنه هنفع و هيكون افضل لو انت عامل شخصيتك صغيرة وهتلاقي انها اختفت فعلا يعني بسم الله موتسكل ماشي الوحده قالو الخدعة دي عوضتني على الخدعة اللي فاتت لانها نجحت ودي حاجة كويسة وطبعا هتكون افضل لو تعملها قدام الناس مش لوحدك زي كده وتشوف اردت فعلهم لما يشوفوك كده ماشي وانت مختفي انا تقييم الخدعة دي 9 من 10 هتكون احلى لو شخصيتك صغيرة مش زي كده انتوا اكتبوا تقييم الخدعة دي في التعليقات ما هي تستهل فعلا كده ولا لا انا بالنسبة لي حلو قوي كل الحركات دي طبعا هتكون مفيدة لو انت مثلا بتعمل فيلم فرو بلوكس او كده تعرفوا تريند الوحش اللي موجود في التيك توك ده اللي فجأة بنت او ولد يتحول الوحش كده الوحش ده اكيد من اول ما تشوفوها تعرفوه على طول تعال بقى او ريك ازاي تتحول الوحش ده ولكن في شرط وحيد اني لازم يكون في الماب بتاعك وده اللي بيعملو اغلب التك توك رس على فكرة لاني دايما بتجيلي منشن على الفيديوهات دي وبيقولو لي ازاي بيعملو كده هنتوكس ما عرفش ايه لا يا قدعان ما تخافوش ده هبال اكيد والخدعة دي مش بتخوف ابدا ودلوقتها هعملها قدامكم دلوقت بعد ما دخلنا الماب بتاعنا هنحتاج نعمل حاجة واحدة بس زي ما قلت لكم شرط اساس ان الماب يكون بتاعك غير كده مش هتنفع الخدعة ابدا بعد كده هتفتح الكونسول او لو انت بتلعب على الكمبيوتر هتدوس F9 وهيتفتح بالشكل ده ولو انت بتلعب على التليفون هتلاقيه في الاعدادات developer console هتدوس علي open وهيتفتح بعد ما يتفتح هتلاقي هنا client وسيرفر هتختار server لان احنا هنكتب كود هنا في command line هتجي هنا وهتنسخ الكود اللي انا سايبه لك في الوصف او في اول comment بعد ما تنسخه وتحطه هنا هتروح عند المكان ده وتكتب اسمك problox اتاكد انه يكون صح يعني الاسم اللي موجود هنا مش ده فانا بالنسبة لاسمي hintox yt بعد ما كتبته هتدوس enter وهيتفتح القائمة دي هتفضل تحمل انا قلتلكم ان انتو تقدروا تتحولوا للوحش ده وفعلا القائمة دي هي بتحول للوحش ولكن الاسف وانا بجرب لقيت ان خدعة الوحش ده بالتحديد ما بقتش شغالة ولكن هل دي حاجة وحشة لا للجانب الايجابي ان القائمة مليانة حاجات كتير تقدر تجربها ووحوش برضو مختلفة لها قوات مختلفة فما وقفتش على الوحش التاني ده بس قبل ما تعمل حاجة اختار R6 اللي هي دي هتلاقي الشخصية تحولت كده وبالانيميشن ده تمام اعرف كده ان انت ماشي صح بعدها هتدوس على اي حاجة من دول ملحوظة بس في حاجات مششغالة ولكن انا جربت كم حاجة وطلعوا شغالين يعني مثلا دي هتحولك الوحش كده وشكله حتى جامل كأنه عنه احلى حاجة عجبتني هي شكل الشخصية لما تتحول كده كل شخصية قلنا لها مميزات وقوة يعني مثلا الشخصية دي بتضرب باستلاح الغريب ده وكمان لو دوست اي غالبا هتحصل قوة كده ياب فانت عندك اي وسي وكيو واكس غالبا دول بيكونوا موجودين في كل الخدعة اللي موجودة عندنا النهاردة او كل الوحوش اللي موجودة النهاردة في القائمة دي فجربنا تعالوا نجرب حاجة تاني مسلا خلونا نجرب مسلا انا الصراحة معرفوش وما جربتوش فخلونا نجربو مع بعض هل هو شغال ولا لا يب شغال زي ما انتو شايفين كده الانيميشن رهيب اصلا الشخصية كده ما تحساش نفرو بلوكس حتى حركتها برضو حلو قوي تقدر تقتل الناس بيها الاكس بيعمل حركة برضو بيدرب حجارة بس تخيل كده تستخدمها في الماب بتاعك مسلا يكون في اصحابك في الماب ولكن طبعا ما تستخدمهاش في انك تضايق الناس خلي الناس تستمتع بس يعني لو انتو هتستمتعوا بالحاجات دي فما فيش مانع كان نفسي اجربها في ماب لو خيروك بس خفت الناس تزعل مني او حاجة القائمة مليانة حاجات كتير تقدر تجربها فدي كانت الخدعة الخامسة والاخيرة اتمنى انها عجبتكم انا الصراحة عجبتني شخصيا وعجبني اوي انها مليانة حاجات كتير انا ما جربتهمش كلهم بس انتو تقدروا تجربهم كلهم بس لو اصلت لحد هنا يا ريت لايك للفيديو لو عجبك واشترك في القناة لو محتوية عجبك وتنساش انك تفعل الجرس عشان يوصلك كل اشعارات الفيديوهات الجديدة واكتب كومنت باكتر خدع عجبتك من دول وبس انا محمودة وهينتوكس وده فيديو النهاردة باي